ندوت اليوم أدوار المطلوبة اليوم من اتحاد كتاب المغرب في ظل هذا المشهد الثقافي المتغير تأتي في سياق تحريك أولاً النقاش حول أوضاع الاتحاد ومدى مساهمته في العملية الثقافية وفي إنضاج هذا الشروط سياسة ثقافية بديلة وكذلك تأتي في إطار حرص الملحق على المساهمة في إغناء هذا النقاش اليوم خاصة وأن المشهد الثقافي يتسيم اليوم بتحولات عديدة مست مجموعة من البنيات الثقافية وكذلك تدخل عدد كبير من الفاعلين اليوم في تدبير الشأن الثقافي الأزمة الاتحاد اليوم لا يمكن أن أتحدث عنها من خارج الإطار أظن أن أعضاء الاتحاد هم المخولون أكثر للحديث عن هذه الأزمة المهم أننا نقر جميعاً بأن هناك أزمة بعد فشل إنعقاد المؤتمرين مؤتمر طانجة في 2018 ومؤتمر العيون مؤخراً وهذا يقتضي مننا ويقتضي من جميع أعضاء الاتحاد وجميع الغيرين على الشأن الثقافي أن يساهموا بطرح بدائل لتجاوز هذه الأزمة فعلاً هذه الندوة التي دعا إليها الملحق الثقافي الاتحاد الاشتراكي هي ندوة قد تأخرت لماذا؟ لأن هناك إشكالات عدة مطروحة كان ينبغي أن يتم الإشارة إليه بشكل صريح ومناقشتها وإيجاد حلول متعددة ولذلك الموضوع الأساسي الذي طرحته هذه الندوة أدوار الاتحاد فعلاً أن هناك أدوار ينبغي أن تكون حاداتية وجديدة لأن لا يعقل أن تبقى نفس الأدوار التي كان يؤديها قبل الاستقلال وبعد الاستقلال بل هناك مستجدات في العالم يتطلبوها هذا النوع من المواكبة لكن الذي نلاحظ أننا حينما نعقد مقارنة فيما بين الفترة السابقة والفترة الحالية أن الناس بالرغم من الانتماء إلى اليمين واليسار كان هناك فكرة واحدة تجمع لكل أثناء المؤتمر وأثناء تشكيل مكتب التنفيذي العكس الذي نلاحظه الآن أن هناك مجموعة من المنخارطين لا علاقة لهم بالأعزاب السياسية ومن ثم غياب نوع من التأطير لأن هناك علاقة وثيقة فيما بين ما هو سياسي وما هو ثقافي إذن لا يعقل أن تبقى الأمور على عواهنها لأن نجد مثلا إلى فتحنا قوسا نجد أن التورة الفرنسية والمثقافي الفرنسيين في عصر النهضة كان هناك نوع من التساؤلات والاستماع إلى الطرحات السياسية والفلسفية ومن تم العمل على بلوارتها داخل كيانات تقافية عكس ما نجده هنا كل غياب مؤطرين لدور التقافة لأن بخلاف ما تنطلقى علا الفاسي في كتابه النقداتي كان يشير إلى أن الطبقة الأرستقراطية هي التي ينبغي أن تتحمل هذه المسؤولية وتناقش لكن الآن ينبغي التقافة لم تعود حكرا لجاني معين ما هي المجتمعات بكاملها ثم هناك نقطة أساسية يشير إليها قرامشي ولم نعطيها أدنى اعتماد وهي أن المدارس هي التي تنتج التقافة اشتركوا في القناة